يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان وأهلا بيكم في سيبن دي سبورت وحلقة جديدة والنهاردة خلال حلقتنا معنا أحداث كتير جدا معنا متابعة خاصة جدا لمعسة النادي الأهلي من جنوب أفريقيا للكاميرون ومعنا أحداث كتير جدا ويلا بينا كالعادة نبدأ بالعنوان الأهلي يختطل استعداداته لمواجهة القطن الكاميروني كالعادة الأهلي بين الكبار في كأس العالم للأنديا مهمة صعبة للمنتقب الأولمبي أمام زنبيا من رواندا أمفانتين رئيسا للفيفا بالتسكية ريال مدريد ورد الجميل لليفر بول في الفيرنابيو ومعنا خلال حلقتنا النهاردة ديف خاص جدا من أبناء النادي الأهلي المخلصين الحقيقة النجم وعمر عصر نجم النادي الأهلي في البينج مونجو واحد من المصنفين العالميين في اللعبة الحقيقة يعني وكمان هيكون معنا أحداث تانية كتير جدا وهيكون معنا كل الأخبار بالتفاصيل ولكن بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم عشان نبدأ كالعادة من عند النادي الأهلي الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة القطن الكاميروني النهاردة الأهلي بيختم الاستعدادات نهائية لمواجهة القطن الكاميروني في دور المجموعات للدور أبطال أفريقيا واللعبين أكيد هدفهم مصالحة الجماهير والدفاع عن كبرياء الأهلي في بطوط أفريقيا التمارين بدأ مع بداية حلقتنا النهاردة تقريبا الساعة خمسة بتوقيت الكاميرون اللي هو ستة بتوقيت القاهرة وانبارح وصلت البعثة من جنوب أفريقيا إلى الكاميرون وكان في استقبالهم معالي السفيرة داليا فايس سفيرة مصر في دولة الكاميرون والنهاردة كمان كان في مؤتمر صحفي اللي بيتم قبل كل مباراة يعني في السويسري مارسل كولر واللعب النادي الأهلي رامي ربيعة وهنشوف أجزاء من المؤتمر الصحفي مع بعض من خلال تأذير دلوقتي هنطلع نشوفه مع بعض في المؤتمر الصحفي لكن زي ما أنتم حضراتكم شايفين وصلت البعثة بقى لهم فترة بعيدة عن بيتهم بقى لهم فترة بعيدة عن النادي الأهلي بقى لهم فترة في جنوب أفريقيا ومن جنوب أفريقيا اتجهوا للكاميرون يعني إن شاء الله اللي جاي هيبقى رد واللي جاي هيبقى إن شاء الله تعاهل نركز في مرات القطن الكاميروني كل الدعم لفريق النادي الأهلي دلوقتي ده وقت الدعم الحقيقة إن إحنا الفترة ديها اللي بيبان فيها معدن النادي الأهلي وبيبان فيها الناس اللي بتقف بجد وراء النادي الأهلي جمهور النادي الأهلي الحقيقي عارف حتى لو فيه إيه ده وقت دعم طالما فيه أمل للتأهل طالما عندنا فرصة للتأهل يبقى ندعم النادي الأهلي قولا نوحنا ما فيش فرصة لأي شيء تاني غير الدعم دلوقتي مفيش فرصة لأي شيء تاني غير ان احنا لمجد لعبينا عشان خاطر دولا جراجعين من كاس عالم قبلها بتلتين افريقيا ورا بعض قبلها بيوصالوا فينال افريقيا مع ماتشا انفير ماتشا الوداد احنا دلوقتي ده وقت دعم نقف في ظهر لعبتنا نقف في ظهر نادينا نقف في ظهر كل حاجة تخص النادي احنا بنشجع النادي الاهلي احنا في الاول وفي الاخر مشجعي نادي الاهلي مشجع النادي الاهلي عارف امتى يدعم النادي الاهلي الدعم الحقيقي مش وقت الانتصار بس الدعم الحقيقي في الوقت اللي احنا فيه ده الدعم الحقيقي بيبان فعلا ان انت تبقى في ظهر وقت الشدة تبقى في ظهر النادي الاهلي وقت الشدة هي مش انت بتقول في الشدة انا برضو ظهره هو ده دلوقتي وقت الشدة يلا بينا نطلع نشوف جزء من المؤتمر الصحفي ونرجع لحضراتكم مرة اخرى شكرا للمشاهدة 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 مرتبطة بيه هو بس ولكن ولا متعالج قام بسان داونز احنا احنا لازم احنا نبص لنفسنا الاول دي اهم حاجة ان احنا نحاول نكسب مطش بكرة لكن بالتأكيد زي ما نقلت في البداية ان مطش ايوم السبت مطش مهمة بالنسبة لنا جدا اه مطش الهلال مع سان داونز اه الموضوع يبقى على حسب هل سان داونز عايز ياخد اه يبقى اول مجموعة ولا مش فارقة معاه الحاجة التانية احنا بنتمنى يكون في اللعب نظيف من سان داونز لد الهلال عشان خاطر تبقى على حظوصنا اهلا ان شاء الله بس المهم الاهم ان احنا نبص لنفسنا وان احنا نكسب مطش بكرة ان شاء الله بالنسبة ان الاهي عايز يكسب بكرة فاي طريقة اللعب اللي هيبقى او هيظهر بها الاهي بكرة عشان يكسب من براه فالكورش قال طبعا مش هتكلم عن طريقة لعب او ازاي هنلعب احنا عندنا هدف ان احنا نكسب وان احنا في النهاية نحصل تلات نقاط طريقة اللعب دي هنشوف ان شاء الله احنا نحددها انا السؤال كان بخصوص ان الاهلي هزم المطش اللي فات خمسة اكناه من سان داونز والقطن كمان هزم المطش اللي فات لكن ادارة القطن حددت مكافأاتها عالية جدا ام حوالي ربعمائة الف عاجة زي كده بالعمرة بتاعتهم عشان يكسبوا المباراة الاهلي ازاي ان هو ادر يحافز اللعب او يعمل لهم دوافع انها اللعب احنا استخدام الصحان ل oss هم نظر التطورات في عالي ربعمائة الفعال احنا نظر اموتين اننا حكوبين هنالك أشخاص هستخدامهم تعطون ان يجب ان يتخابوا ل quizzes نفسي خلال منا بقتلا نفسي هم منعنا قبل احنا من محوال جيد خلال مستخدام نفسي ان يجب بالملاء اتخamental مهم ان نعطينا حاليا كوتش مارس الكولر قال ان الفلوس مش كل حاجة في الكرة في الدوافع وفي الرغبات وفي المشاعر الجايشة في الكرة وانا اعتقد ان العيبة بتاعتنا عندها من الخبرات ومن الرغبة اللي مش محتاجين الموضوع يبقى فيه فلوس عشان خطر ان هما يقدم مواطش كبير انا متأكد ان العيبة بكرة هتقدم مواطش قمة التركيز وهاميره كل حاجة بكرة عشان ان شاء الله نحصل على التابت نقاط يا زي ما قلتلك ما قلتلك لك من فاتم ما نفكرش في الخمس كما اخبرتك ما حدث حدث نحن نفكر في التعليمات كبيرة بتخصم لازم تتقبل بكل كبير وي لوحش في فتبال حدث بموطة غير وي لوحش بأي موطة كالعيبة عندنا نتحافز زي ما كوتش قال ان احما متعودين في هذا الان نائما لكتلعبش في مرش او في سير تمارش وكما أخبرتك أنا أفترض من أننا ونحن فتاعداً لنساعدة قيدة ونحن كأمي فبكرة طبعاً تلعب كل اللي عندك كل اللي عندك لأنك تلعب لانديلاليم لا تلعبش لشخصك أو لا تلعبش الهدف معي تلعب لانديلاليم فكل يانا كفرين وارفين مع بعض روحة واحدة فده بس الفترة دي لي بيحتاج اللي علم فيها أني بجنب زيبني الفترة بأسها الله حتى لو مش هنتأهل بس لازم نكون على قدر المسئولية وعلى قدر تشيرت النالي الأهلي الفناننا الحمراء لازم الروح تكون حضرة وانا متأكد ان احنا ننعب على المكسب وان شاء الله تكون النتيجة التوفيق وتكون التأهل حالفنا ان شاء الله احنا اياما عندنا بظروف أصعب من كده والأساس عندنا هو الدعم في الوقت الحالي ما فيش تفكير غير في ان احنا الروح المعنوية بتاعتنا تعلى اللعيبة دي لازم تنزل وهي عارفة ان احنا النادي الأهلي في الاول وفي الاخر احنا النادي الأهلي النادي الأهلي عينه على النهائي دايما ان شاء الله نتأهل وهتأهل ويبقى عينك على النهائي وعينك على ان انت تحصد البطولة دي للمرة الاثناشر احنا كل تفكيرنا ان احنا الحداشر ناخد الحداشر وناخد الاثناشر كل تفكيرنا في ده في بطولات بس حصل اي حاجة حصلت كبوة حصلت اي حاجة حصلت عادي عادي خالص انت النادي الاهلي انت خدت بطولة 2007 2005 تقريبا لو تفتكر خسران من بتر وقتلتك واربعة وتأهلت برضو بحزبة كده غريبة جدا وخدت البطولة انت فاهم ويا ما بطولات انت كنت متأهل فيها بصعوبة جدا وفي الاخر خدت البطولة ويا ما بطولات كنت انت المنافس يعني الناس بتقول ده اتأهل اخر واحد متأهل وبتأقوه في الاخر خدت البطولة برضو بتحصل وعادي جدا وانا ان شاء الله ان شاء الله هفكركم ان احنا بالوقت تفكرنا في ماتش الاهم بالنسبة لنا ماتش القوتن الكاميروني نكسب ماتش القوتن الكاميروني يوم السبت بقى حسابات دي فيه حسابات كتير جدا ممكن تحصل وممكن يحصل حاجات انت مكنتش متخيلها اصلا الهلال ممكن يخسر سانداونز ممكن تتعادل مع الهلاء فيه حسابات كتير جدا انت تفكيرك كله في ماتش القوتن الكاميروني فقط لا غير هنكسب إن شاء الله المتش ده روح اللعبة والروح النادي الأهلي روح الفنينلة الحمراء والأسلوب بتاع إدارة النادي الأهلي كمان مع القيم بتاعتنا ومبادئنا اللي احنا بنتمزلش عنها لا هنكسب فأي وضع هنكسب أي أن كانت الظروف اللي احنا فيها السفريات الطويلة من جنوب أفريقيا للكاميرو والكلام ده كله مش هيفرق معنا بالعكس ده حافظ قوي لنا والنتيجة دي أكبر حافظ قوي لك إن انت تتعمل كل حاجة عشان تبقى أنت مركز أول مركز أول مش مركز أول في المجموعة لا مركز أول كالعادة بتاعتك عادتك إن انت مركز الأول مركز الأول ده مش معناه إن انت بس تتأهل وخلاص لا معناه إن انت دايماً لقينك على الفاينال يعني أنا توقعي الشخصي إن كعادة النادي الأهلي أنت بطل البطولة ما عندهاش حسابات بقى مش هنقد نفكر في حسابات ومين كسب إيه وبتعلق أنت بتفكر أن أنت الظروف بتخلق لكن أنت بطل البطول هنشوف إنفو جراف عن لقاءات الأهلي مع أنديت الكاميرون ونرجع لحضراتكم مرة أخرى كعادة النادي الأهلي بقى كعادة النادي الأهلي الأهلي بين الكبار في كأس العالم للأندية ده خلاص أصبح العادي الأهلي ما زال بيواصل كتابة التاريخ العالمي وهيكون موجود في أول نسخة من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد في 2025 واللي هتكون مكونة من 32 نادي وهتكون منافسات قوية جدا الفيفا أعلن عدد المقاعد حسب الجدول اللي إحنا شايفينه أو هنشوفه مع بعض على الشاشة لكل قر عدد من المقاعد كمان أعلن ضمن المقاعد دي تسع أندية مشاركة التسع أندية الأوائل اللي هتأهل أو اللي خلاص شبه مشاركة يعني أولها النادي الأهلي هنشوف مع بعض على الشاشة الكلام ده أولها النادي الأهلي بطل بطولة أفريقيا 2021 2021 زي ما أنت حضراتك وشايفينه هو هذه للمجموعات أوروبا 12 فريق أمريكا الجنوبية 6 فرق أفريقيا 4 فرق أسيا 4 فرق وأمريكا الشمالية والوسطى والكريبي الكريبي 4 فرق وأوكيانوسيا هتبقى فرقة واحدة طبعاً دي الكعادة يعني والدولة المضيفة هتبقى فريق واحد أيضاً ده كده عدد الأندية المشاركة وعدد المقاعد الـ 32 في 20-25 نشوف بقى الأندية اللي ضامن التأهل مع بعض كمان على الشاشة لأن النادي الأهلي أول نادي ضامن اللي التأهل زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي معنا على الشاشة الأهلي المصري هو أول نادي لأنه ضامن التأهل من بطولة أفريقيا 21-20 والهلال السعودي دوري أبطال أسيا 2021 والوداد البيضاوي المغربي دوري أبطال أفريقيا 22 ومنتاري المكسيكي دوري الكونكاكاف 2021 أيضاً وسياتل الأمريكي أيضاً 2021 الأندية اللي تأكد مشاركتها كمان بالمراس بطل الكوبا لبرتاديروس وفلامينجو البرازيلي وأيضاً لبرتاديروس 2022 وتشيلسي وريال مدريد أبطال أوروبا 2021-2022 دي الأندية اللي ضمنت التأهل للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية أولها النادي الأهلي النسخة اللي هتبقى أول نسخة بالنظام الجديد رأيي أنا الشخصي أن ده أكبر حافز لأي لاعب في الجيل ده تخيل أنك عندك فرصة تشارك في البطولة وتكتب تاريخ زي ده مع أكبر أندية العالم لازم تموت نفسك وتحفز نفسك وتحقق انتصارات مع الأهلي عشان تفضل موجود وتشارك النادي الأهلي التاريخ هو اللي بيروح له والعالمية هي اللي بتجيله ده العادة عن النادي الأهلي يعني إحنا سبحان الله اتكتب على النادي الأهلي أنه هو يبضل كبير على طول في المشاركات العالمية بالذات يعني يعني مش بس في المشاركات الأفريقية والكلام ده لا في المشاركات العالمية تحديدا اتكتب عن النادي الأهلي أنه يبقى كبير دايما في أوائل المشاركات تلاقي النادي الأهلي منوجود دايما أسياد العالم دايما تلاقيه في وسط الكبار في وسط ريال مدريد في وسط تشيلسي في وسط الأندية الكبيرة ده النادي الأهلي وده العادي بتاع النادي الأهلي تعالوا نشوف تقرير عن البطولة الجديدة لكسر العالم الأندية ونطلع فاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل انتظرنا ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نكمل حلقتنا وطبعا لازم نتابع فرقتنا في الكاميرون ونشوف هم وصلوا حد يد دلوقتي تابعنا التمرين شغال تمرين النادي الأهلي شغال في الكاميرون أول تدريب ليهم بعد السفر من جنوب أفريقيا للكاميرون ونروح لمرسلنا هناك فريق عمل النادي الأهلي الحقيقة قناة النادي الأهلي فريق العمل عمل مجهود كبير جدا من جنوب أفريقيا للكاميرون حاجة عظيمة جدا يعني معنا زمنا المكتهد جدا فاروق فاروق صلاح معنا عبد الرحمن برحب بيك طبعا برحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان ويعني احنا دايما يا عبد الرحمن بنحاول نحن نحط جمهور النادي الأهلي ونقربهم في الصورة ونحطهم في الحدث سواء من جنوب أفريقيا أو هنا في الكاميرون أو التحديد جروة ان شاء الله يا رب تكمل على خير يا عبد الرحمن ونهاردة ان شاء الله يعني ده التدريب الأخير وان شاء الله تكمل على خير غدا بإذن الله فريق النادي الأهلي يحقق انتصاره على فريق القطن الكاميرون طيب قولي بس الرحلة من جنوب أفريقيا للكاميرون كتعاملة ازاي المشاكل اللي قابلتكم ايه استقبال طبعا معالي السفيرة لكم في المطار عرفني كده الأحداث اللي حصلت من الرحلة من جنوب أفريقيا للكاميرون يعني خليني يا عبد الرحمن في البداية حطك في الصورة طبعا من الأمس والتحرك من جنوب أفريقيا طبعا الفريق كان قد مرون الأخير في ملاعب بجامعة بريتوريا في تمام الساعة التاسعة صباحا تدريب يعني تقدر تقول واحد من أهم التدريبات اللي فريق النادي لها الاستعدادة لهذه المباراة غلب عليه الحماس الجدية اللي شايفينه في وجوه اللعبين تقدر تقول أول تدريب بعد مباراة ماميلو دي ساندونز تشوف ان المستر مارسل كولر ابتدت ترجع له الابتسامة مرة تانية خلاص يعني تطوى تماما صفحة ماميلو دي ساندونز وده اللي طلبه من اللعبين خلاص نقفل تماما في صفحة مباراة ماميلو دي ساندونز ولكن لا نعود ان شاء الله في هذا الأمر وفي الحديث في هذه المباراة سواء من قبل الجاز الفني أو مع اللعبين لكن التركيز دلوقتي يبقى نصب على مباراة الأطن الكاميروني عقب أداء التدريب الأخير في ملعب جامعة بريتوريا عاد الفريق إلى مقر الإقامة فندق الإقامة في بريتوريا ثم كان التوجه إلى مطار جوهنسبرج اللي بيبعد عن بريتوريا بـ 45 ديئة ثم استقلال طائرة خاصة من مطار جوهنسبرج والتوجه إلى مطار جروة في رحلة طيران استغرقت الخمس ساعات طبعا كان الوصول بالأمس في تمام الساعة التساعة والنصف بتوقيت الكاميرون العشرة والنصف بتوقيت القيرة طبعا مصر بتتقدم في التوقيت عن الكاميرون بيساعة فبالتالي كان الوصول إلى مطار جروة كان في استبال يعني بعثة تفريق النادل أهلي معالي السفيرة داليا فايز سفيرة جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون اللي أيمى بدور كبير جدا في تنسيق وترتيب كافة الأمور طبعا بالتنسيق مع مسؤول النادل أهلي الممثلة في بعثة رئيس بعثة تفريق النادل أهلي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق أنديل رئيس بعثة تفريق النادل أهلي الكابتن سمير عادلي والكابتن سيد عبد الحفيز التنسيق والترتيب كافة هذه الأمور يعني أريد أن أقولك أن هي واحدة من السفريات التي بوزل فيها موجود كبير جدا سواء من قبل الأستاذ طارق أنديل والجنب الإداري في النادل أهلي للتنسيق طبعا ما بين السفريتين ما بين جنوب أفريقيا وما بين جروة سريعا تم التحرك من مطار جروة إلى فندق الإقامة عبد الرحمن اللي بيبعد عن مطار جروة بخمس دقايق بالضبط يعني فندق من أفضل الفنادي الموجودة هنا في جروة اللي طبعا تم إنشاءه وتأسيسه مؤخرا طبعا بالتزامن مع بطولة أفريقيا ومم أفريقيا اللي نظمتها الكاميرون بيبعد عن الفندق الفندق بيبعد عن المطار بخمس دقايق سريعا تم تسكين الفريق أو تسكين البعثة طبعا سريعا إلى كل اللعب إلى غرفته طبعا يومنا بدأ النهاردة يعني قبور كتير جدا تقدر يعني نحط الجمهور بقى ونقربهم من الصورة النهاردة إن كانت تناول اللعبون واجبة الإفطار في تمام الساعة الحادية عشر صباحا ثم كانت تحرك سريعا من قبل مستر مارسل كولر المدير الفني للنادي الأهلي ورامي ربيعة كابتن فريق للنادي الأهلي اللي حضروا المؤتمر الصحفي بيه الخاصة بيه المباراة اللي كان فيه استاد روماندي أجي وهو الاستاد اللي هستضيف أحداث اللقاء تم الحديث طبعا عن أمور كتير جدا في هذا المؤتمر الخلاص يعني مستر مارسل كولر قال إحنا عندنا دوافع كتير جدا إحنا نكسب بقابلة نفس الأمر إن فريق القطن الكاميروني عايز يحقق نتيجة إحنا عندنا الدوافع وهم عندهم الدوافع لكن الدفع بالنسبة لعب للنادي الأهلي أكبر إحنا النادي الأهلي والنادي الأهلي دايما بينافس على البطولة وهدفنا مش مجرد الفوز هدفنا إن إحنا نلعب للمباراة الأخيرة وإن إحنا نحرز الكأس للبطولة أيضا نفس الكلام اللي تكلمه الكاب الرومي ربيع إن إحنا كلعبين خلاص أفلنا صفحة مباراة ماميليودي سانداونز عندنا متطلبات عندنا أمور كتير جدا بيفرضها علينا ارتداءنا لقميص النادي الأهلي أمور كتير جدا طبعا تم التطرق لها في المؤتمر الصحفي ثم كانت العودة إلى فندق الإقامة وتناول اللعبون وجبة الغداء في كانت تمام الساعة الثانية حاليا يا عبد الرحمن إحنا موجودين في استياد جروة أو استياد روماندي أجي وده اللي هيصطدي في أحداث اللقاء خليني برضو من خلالك ومن خلال قناة النادي الأهلي نقول إن إدارة القطن الكاميروني خلاص قررت بي السماح لكل الجماهير بالدخول إلى أرض الملعب مجانا ودي يعني بدرة من مسؤول القطن الكاميروني من أجل حاجد الكثير من الجماهير في هذه المباراة فريق طبعا بيأدي تدريبه الآن على الاستاذ الصديف أحداث المباراة خليني أقولك برضو عبد الرحمن أنتعرف أننا من خلال قناة النادي الأهلي دائما بنيني إلى الصورة بممتعة المصدقية درجة الحرارة حاليا في نفس توقيت المباراة أفضل من رائعة أفضل من ممتازة نتمنى استمرار درجة الحرارة في نفس هذا المعدل غدا إن شاء الله أيضا أرض الملعب واحدة من الملعب اللي احنا كلنا اتفاجئنا بأرض الملعب طبعا أرض ملعب ممتازة جدا إن شاء الله لعب النادي الأهلي يكونوا قادرين طبعا على يعني أتفاجئة مباراة ممتازة غدا بإذن الله إن شاء الله بعد انتهى للمران هيكون التحرق والعودة إلى فندق الإقامة طبعا مستر مارسل كولر هيعقد محاضرة بالفيديو النهاردة مع اللعبين في تمام الساعة الأسبعة والنصف ثم هتكون وجبة الغداء في تمام وجبة العشاء معزرة هتكون في تمام الساعة الثامنة طبعا الاجتماع الفني عبد الرحمن احنا دائما متعودين ان الاجتماع الفني الخاص بالأمور بالتنظيمية والتنسيقية الخاصة بالمباراة والزي الخاص بكلا الفريقين الاجتماع هيكون في تمام الساعة الثامنة مساء طبعا هيحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز الكابتن سمير عدل كابتن ماهر عبد العزيز الكابتن محمد وسامة والكابتن كرم اللي هم المسؤول للطاقم الإداري في النادي الأهلي إن شاء الله نتمنى طبعا التوفيق لفريق النادي لأهلي في هذه المباراة يتقدر تقولي عبد الرحمن ده كان ملخص تواجدنا هنا في جروة لكن أنا موجود طبعا معك عبد الرحمن لو أنت حابب تتطمن على اللعبين على أي أمور إحنا موجودين معك عبد الرحمن طمني كده في أي حاجة عن الإصابات سمعنا أن حسين الشحات خلاص إن شاء الله جاهز قولي كده الأمور ماشية زي الأمور الطبية الخاصة باللعبين أهلي الاستشفاء اللي عملوه إحنا قررنا أن إحنا ما نروحش من الجنوب أفريقيا للقاهرة لأن إحنا عايزين نبقى لعيبة في أكتر شيء مريح بالنسبة لهم في مرش القطن قولي كده عملية الاستشفاء تمت إزاي قبل أن نسافر واللعيبة المصورين بيتم تأهلهم إزاي في جنوب أفريقيا ويقل كاميرون دلوقت يعني خلينا أقولك في هذا الأمر عبد الرحمن قرار موفق جدا من مسؤولي النادي وإدارة النادي الآلي بالأبقاء في جنوب أفريقيا استعدادة اللي هي المباراة طبعا تخط التدريبات خلال الفترة الماضية في ملاعب جامعة بريتوريا واحدة من أفضل الملاعب أو عمتا عموما ملاعب جنوب أفريقيا زي ما تعرف عبد الرحمن بتتميز بجودة الملاعب والإمكانيات الموجودة في جنوب أفريقيا طبعا كان تم وضع برنامج استشفائي من قبل مستر مارسل كولور بالتنصيق طبعا مع رئيس الجهاز الطب في النادي للي الدكتور أحمد أبو عبلة لي عن الاستشفاء لمعالجة الإجهاد اللي عانى منه اللعبين خلال الفترة الأخيرة طبعا بطمنك حسين الشحات شارك على مدار الأيام اللي فاتت لكافة التدريبات وبالمناسبة هو شارك فيه التدريب الأخير قبل مباراة مع ميليدي سانداونز ولكن فضل الجهاز الفني وارتقى الجهاز الطبي أنه يدي له فترة طراحة أكتر أكد لك جاهزية كافة اللعبين في النادي الأهلي لهذه المباراة عبد الرحمن خلاص زي ما قلت أنها مباراة ميليدي سانداونز أكيد ليه ليها تأثير نفسي عند اللعبين ولكن خلاص اللعبة قفلت هذه المباراة يعني أعين اللعبين دلوقتي بتنصب على مباراة القطن الكاميروني ضرورة يعني زي ما قلنا بالأمس تقديم عربون مصالحة ومصالحة جماهير النادي الأهلي والتمسك بأمال النادي الأهلي في الصعود إلى المرحلة القادمة من دوري المجموعات الصعود من مرحلة دوري المجموعات للأدوار لدور الثمانية بيبدأ إن شاء الله من مباراة القطن الكاميروني اللي إن شاء الله أي 11 لعب هيرتدي قميص النادي الأهلي أي 11 لعب هيكون موجودين إن شاء الله يكونوا على قدر المسئولية ويكونوا قادرين إن شاء الله على إسعاد كافة جماهير النادي الأهلي في كل مكان فاروق الحقيقة يعني مجهود رائع لك ولكل فريق العمل السفر نفسه من القاهرة لجنوب أفريقيا للكاميرون حاجة عظيمة جدا لك والمجموعة كلها اللي معاك الحقيقة يعني وأنا بشكرك جدا عن التخطية دي تخطية ممتازة وإن شاء الله تكون التوفيق حلفنا عموما كبعثة نادي أهل سواء القناة أو بقية البعثة اللعيبة إن شاء الله كلها جاهزة وعلى أعلى مستوى حافظ مبارات سانداونز إن شاء الله ده هيكون سبب وجودنا في فاينال البطولة دي إن شاء الله دلوقتي بقى كالعادة نشوف مع بعض نتائج فرق النادي الأهلي الإسبوع الماضي في كل الألعاب وكمان هنعرفها اللاعب مين الإسبوع اللي جاي كورت اليد رجال الأهلي هيلاعب البنك الأهلي عفواً وكسب 31 و21 كورت اليد سيدات بقى لعبنا مطشين الأهلي والزمالك طبعا الحمد لله 33 و21 الأهلي والأهلي والشمس 22 وعشرين عشرين كورت السلة رجال الأهلي والجزيرة فوز الأهلي 80 و67 والأهلي والاتحاد السكندري 69 و80 أما كورت السلة سيدات الأهلي يفوز على الاتحاد 88 و67 كورت الطائرة رجال الأهلي والطيران 30 للأهلي 24 للأهلي والطيران 30 للأهلي كورت الطائرة سيدات كان معنا لقاء وحيد الأهلي والجيوب لسة 3-0 للأهلي نجوف مع بعض المبارات اللي جاية بقى الأسبوع اللي داخلين عليه دها آخر أسبوع عبد رمضان بقى يعني عندنا كرة اليد اللي جاية للأهلي Hanni و يوم 17 و كرة السلة سيدات الأهلي و البنك الأهلي يوم 17 أيضا و في مباراتيج كمان يوم 17 كرة اليدARE A3 avec و كأس نصر دور 8 كرة الطيره رجاء للأهلي والترسانة بعد كده اوم 18 عندنا عندنا الأهلي و الظهور كرة الطيره سيدات وليوم 19 عندنا الأهلي والظهور دوري كرة الطائرة سيدات ومعنا المبارات القادمة أيضا لسا مكملين الأهلي والجزيرة دوري كرة السلة سيدات يوم 20 والأهلي واسموحها دوري كرة أليات بسيدات يوم 21 كل التوفيق طبعا لكل فرق نادي الأهلي في مختلف اللعبات وهنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نتواصل مع أدرككم مرة ورجعنا لحضراتكم عشان نكمل باقي أخبارنا وقبل ما نستقبل ضيفنا النهاردة معنا كم خبر كده يعني قبل ما ندخل على الأخبار العربية والعالمية معنا خبر مهم الحقيقة مهمة صعبة للمنتخب الأولمبي أمام زنبيا المنتخب الأولمبي بدأ مع أسكر إمبارح وهيلعب ودية مع السودان بعد بكرة في ملعب المؤولين العرب إن شاء الله الجبل الأغدر ده استعداد لمواجهة زنبيا زهابا وإيابا طبعا في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبيات تحت 23 سنة واللي هتقام في المغرب المنتخب الأولمبي اللي بيقوده البرازيلي ميكالي هيلعب مع زنبيا في القاهرة يوم 22 مارس حالي وده الماتش اللي قبل رمضان وهيسافر بعدها وباشاطر لزنبيا عشان يلعب فيه الصيام في يوم 26 مارس ممارات العودة طبعا نتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الأولمبي وأكيد هيسعى لإنه يحسم الممارات من هنا من القاهرة لإنها تكون صعبة جدا في زنبيا في رمضان طبعا يعني الأبعاد بتاعت اللقاء ده كتير جدا الأبعاد خاصة في المنتخب الأولمبي أبعاده كتير جدا بعد الإخفاقات بتاعت منتخبات الشباب اللي فاتت فنتمنى التوفيق لمنتخب الأولمبي نروح بعد كده لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة بيفوز على تونس وبيخسر من الجزائر في دورة شمال أفريق فاكرين لما تكلمنا عن الكرة النسائية وقلت إن اتحاد الكرة يا ريت كله يكون زي الكرة النسائية أنا قلت الكلام ده لي بقى لأن منتخب مصر الأول كسب لبنان 20 وراء بعض في بيروت ودلوقتي منتخب مصر تحت 20 سنة بيشارك في دورة شمال أفريقيا مع منتخب تونس والجزائر والمغرب وأول مباراتين أول مباراة من يومين منتخب مصر عمل مفاجأة كبيرة جدا وكسب تونس 3 على أرضها 3-1 بدأ بداية ولا أرواع يعني والنهاردة قبل الحلقة منتخب مصر تحت 20 سنة متقدم على الجزائر في الشوط الأول وقت سفر بهدف لحالة مصطفى لكن اتحصل علينا ضرب الجزاء في آخر المباراة وجابوا جول تاني ووراها خسرنا 2-1 لكن الأداء الحقيقة يعني منتخب مصر الكرة النسائية تحت 20 سنة حاجة مميزة وفرق كبير جدا وتطورات في المستوى ولسه هيلعب المغرب في الجولة الأخيرة كمان يوم السب ومتمنى لهم يكون التوفيق للمرة الثانية لازم أشيد بالكرة النسائية أشيد بالكرة النسائية المصرية ومدربتهم أو مدربينهم يعني كلهم منتخب تحت 20 سنة معهم مواهب كتير جدا يعني مواهب كتير جدا 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 مليانين مواهب ولازم نشيد باللعبات لأن دول ناشئات وسندهم صغير جدا وبيعملوا أداء رائع والمنظومة الرائعة اللي عاملها الدكتورة دينة رفاعي طبعا يعني ودي مش مجاملة الحقيقة لأن لما أشوف الدكتورة دينة رفاعي طلعة من لبنان بفوز بمطشين في الأجندة الدولية للمنتخب الأول وبعدها بأقل من أسبوع ألاقيها في تونس مع منتخب تحت 20 سنة وحققوا انتصار وكمان ألاقيها عاملة دور يعني دور كبير جدا وده اللي نحن النقطة نعيز أكامل فيها الدورة ألاقي 30 بنت متقدمة للحصول على الرخصة التدريبية للمحتلفين لحياته شغل ومجهود جبار تستحق عليه كل التحية الشغل بيتعمل صح فالنتيجة بتكون واضحة وأكيد أنت مش هتكسب على طول ده شيء عادي جدا يعني لكن المهم أنك بتطور وبتقدم شيء جديد يعني شابوه بصراحة لدكتور دينة رفاعي حاجة عظيمة جدا ياريت باقية منظومة اتحاد الكورة مع باقية المنتخبات توبقى زي منتخبات الكورة النسائية إحنا شايفينهم بيتطوروا شايفين محترفات شايفين أداء شايفين منظومة متكاملة شايفين لا بنكتشف أننا عندنا محترفات في أمريكا ومحترفات في أسبانيا ومحترفات في الدولة الإنجليزية حاجة يعني عظيمة جدا نتمنى لهم طبعا التوفيق ونتمنى أن باقية الاتحاد يمشي على نفس النهاية هنروح بعد كده لمواجهة مصر وملاوي بحضور 20 ألف متفرج تلقى اليوم الاتحاد المصري لقرب القدم الموافقة الأممية على حضور 20 ألف متفرج لمواجهة منتخب مصر وملاوي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 وتقام المواجهة مساء الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري اللي هو تاني يوم رمضان يعني باستاذ القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر التصفيات القرية كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر وكل التوفيق مطش مهم نروح بعد كده لاتحاد الكرة لن يتم تعيين مدردين أجانب المنتخبات الوطنية الجديدة تصريح أكد مسؤوله اتحاد الكرة المصري لقرب القدم أنه لا توجد نية على الإطلاق لتعيين مدردين أجانب للمنتخبات الوطنية الجديدة طبعا المزمع مع الجديد بقى تشكيل الأجهزة الفنية خلال الفترة المقبلة وشدت المسؤولون طبعا بقى اتحاد الكرة على أن تشكيل الأجهزة الفنية بالكامل للمنتخبات الجديدة سيكون من المدردين المصريين الأكفاء على أن يكون اختيارهم وفقا لقواعد وأسس معاينة أنا أريد أن أعرف القواعد والأسس المؤينة يديني بقى القواعد والأسس اللي أنت هتختار عليها وبناء عليه نشوف مع بعض طبيعة الاختيار أو إزاي الاختيار هيتم طبعا متمنى أن هم يوضحوننا القواعد اللي هم هيختاروا بيها الأجهزة الفنية بالوقت يبقى معدنا مع فقرتنا الحوارية عبر الزوم ومعانا من ألمانيا عمر عصر نجمه أسطور التنس الطاولة اللي لسه موقع للنادي الأهلي وهيكون ممثل للنادي الأهلي في كل البطولات الكبرى الخارجية عمر طبعا من الأسماء المميزة جدا عمر من الأسماء الكبيرة جدا في عالم تنس الطاولة وفي تاريخ تنس الطاولة المصري ده راجل كتب تاريخ كبير جدا 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 يا عمر مسائل ورد عليك يا عمر يا عصر يا عالمي مسائل فل عبد الرحمن حبيبي أولا أنا بقول يا ريت في مصر في مليون عمر عصر واحد شغال على نفسه دايما واحد بيكتهد دايما واحد محترف طول حياته أنا طبعا عشان أعرفك من واحدنا صغارين قوي أنا أعرف عمر من وانا عندي عشر سنين تقريبا يعني فأنا عارف أنت عملت إيه وتاريخك إيه الكبير اللي أنت عملته وإنت عملت تاريخ للعب التنس الطاولة كبير جدا يعني صعب حد ييجي كمان بعد كده يعمل اللي أنت قدمته أولا أنا مبسوط أن أنا معاك النهاردة عبر الرحمن وألف مبروك على البرنامج وأنا من متابعينه وعايز أقول لك أن كل حلقة تبقى أحلى من الأبلاء فربنا يوفقك دايما وأنت يعني في قناة الناد الأهلي يعني أنت في أحسن المكان فألف شكر أن أنا النهاردة معاك ومبسوط جدا بجد أنا اللي موصوب بوجودك معايا موصوب بوجود العالمي بتاعتين سالطاولة بقى يعني يعني مسيرة كبيرة جدا أنا أولا عايز أعرف الناس بمسيرتك لأن الناس عارفها دلوقتي عمر عصر دلوقتي المحترف في الدور الألماني واللي بيروح الدور السويسري واللي بيروح الدور الفرنسي واللي بيجي له عرض من برشلونة وبتاع لكن أنا عايز أعرف الناس أنت خاركت من النادي الأهلي إزاي فيعني عرفني أنت مسيرتك بدأت إزاي وخرجت من النادي الأهلي على أي أول حاجة شوف يا أبراحمن أنا لما جيت من النادي الأهلي كان عن 9 سنين جيت أنا بخالد عصر أخوية وجينا من النادي بسوق في محافظة طفل الشيخ النادي أهلي استعام بنا عشان كان النادي الأهلي عنده ناشئين على المستوى عالي وكان عايز أنه ياخد ناس الطاولة لمستوى أعلى في الوقت ده كان النادي الأهلي برضو بيحاول أنه هو يغير يعني شكل ناس الطاولة في مصر من حيث أنه يدفع بالناشئين أنه يلعبه كمان في الدورة الممتازة أنا لما جيت من النادي الأهلي كان بقالنا في فترة الدوري كان جايب عن النادي الأهلي من الأمدية العربية والأمدية الأفراقية اللي هم أكبر كنات بطولات كانوا غايبين عن النادي الأهلي والحمد لله بفضل الإمكانيات الهائلة في النادي وبفضل الإدارة الجيدة ربنا كرم واحدة واحدة بدأت النتائج تتحسن في الدوري وفي البطولات التانية والنادي الأهلي بدأ يدفع بينا كناشئين نحن نشترك مع الدول الممتاز وده كده هو عمل لنا اختصار يمكن عشر سنين في آآ نستنى جيل ورد تاني انت تاخد دورك فنان الاهل الحمد لله ادانا الفرصة على طول فيمكن اول ماتش العابه كان اهلي وزمالك نهاية الدوري وانا كان عندي ربعاتشار سنة وربنا كرم مكسدت الدوري. فاكر انا الايام دي خلقت من مدرسة عشان تروح الماتش ده. بالزمت يعني يا ما كنا بنشوف خطيف في المدرسة. فالحمد لله كان ساعتها آآ كان الكابتن حاصل الحمدي هو رئيس النادي الاهلي وكان كابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي الاهلي. آآ فكان حصلت زي تكريم صغير كده انا فاكر تاني يوم الدوري على طول في النادي اهل الجزيرة قعدنا آآ وكان كابتن محمود آآ ساعتها طلب قال طيب احنا ازاي نعمل ايه عشان نقدر ان احنا نحافز على لقب الدوري وبالعكس نحسن كمان في النتائج آآآ فانا كان ساعتها احنا كان عندي طلب واحد له كانت محمود انا نفسي ان انا احترف. نفسي انا اطلع بره واخد الفرصة في بيئة تقدر ان هي تضمن لي المنافسة على المستوى عالمي. وبصراح ما كنتش متوقع النادي الاهلي هيوافق على الطلب ده خصوصا ان احنا كان بقلنا فترة سبع سنين دون نخسر الدورة يمكن آآ المصري فما صدقنا نكسابه فبس طبعا النادي عنده رؤية فالحمد لله درنا ان احنا يعني نكيف الامور بحيس ان احنا ناخد الاحتراف وبنفس الوقت بردو نساعد على الاشتراك في بطولاتنا بطولاتنا المحلية والعربية والافرقية. طيب عمر قولي بس رحلة احترافك بقى احنا دلوقتي انت في الدوري الالماني. بزرعة. وكمان آآ بتلعب في النادي الاهلي البطولات الخارجية. عرفي. النادي الاهلي في البطولات الصيفية. النادي الاهلي عنده تلات بطولات من مين اول فترة الصيف بيلعب الدوري الممتاز وبيلعب الاندية العربية وبيلعب الاندية الافرقية. انهم اكبر تلات بطولات. وآآ احنا كنا بنحاول نتكلم مع الاتحاد المصري بالفترة اللي فادت انه هو يحاول يخلي المختلفين آآ اللي بيلعبوا خارج مصر وهم عادهم بالاسف مش كتير. انهم يقدروا يلعبوا في الدوريات المحلية عشان بيادر بتنسي بتاولة تاخد ترجع تنسي لها شعبية. لو افضل اللاعبين اشتركوا في الدوريات دي. الحمد لله الاتحاد استجاب. بعد طبعا مجهود كبير او من كابتن خارج العودي. مدير النشاط الرياضي. يعني كابتن خارج بشراحة. عنا تواصل دائم سواء معنا او. او مكتهد جدا كابتن خارج العودي. وعايز فعلا يطور الالعاب الفردية بشكل كبير. فانا بجد بشكر كابتن خارج العودي جدا. يعني في الجلسة الاخيرة كانت ممكن من اقل من اسبوع كان موجود فيها كابتن محمود الخطيب طبعا. وكان الوزير العمري فاروق. وكان كابتن خارج مرتجي. وكان يعني كابتن الزاوي. وكان طبعا كابتن خارج العودي هو اللي منظم الميتينج ده. وكان فيه سؤال واحد بس بيطرح ساعتها في الجلسة. ازاي ان احنا نقدر نخلي تنسو الطاولة لعبة اكثر شعبية. لعبة اكثر تطور. ازاي الناد الاهلي يقدر انه ينظم بطولات كبيرة زي الاندال الافريقية مثلا. اللي جاية بازن الله بنحاول الناد الاهلي ينظف. ومفيش اي حال. عمر انا بس عايز اعرف بس عشان الوقت آآ رحلتك للأولمبيات لباريس. انت دلوقتي تصنيفك كام آآ بتسعل ايه الفترة اللي جاية. عايز اعرف الصعوبات اللي قدامك. عشان انا عارف ان انت بتعاني معاناة كبيرة جدا. انا عارفها كويس اوي. رغم كده واخد خامس في اخر اولمبيات. يعني انت مش عمد عليك. قولي بقى الخطة بتاعتك لباريس ايه? الخطة لباريس ان شاء الله ان انا اقدر ان انا يعني يبقى عندي فريق قوي من مدرب فني لمدرب بدني يقدر ان هو ياخد معايا الستيب اللي اعلى من كده او الخطوة اللي جاية. فبالتالي احنا محتاجين امكانيات اكبر من كده. حاولنا ان احنا نطرح للموضرة الحمد لله مع الناد الاهلي وهو بيناقش حاليا ازاي ان احنا الناد الاهلي يقدر ان هو برضو يشارك في اه نتيجة تكون ان شاء الله مداليا في الاولمبيات اللي جاية بازن الله. والناد الاهلي بيناقش الحكاية دي. بس طبعا احنا بنحاول برضو ان يكون في معانا او رعاية يكونوا عايزين يشاركوا في الحدث. مش يعني يعني عارف يا بحمن هو الفكرة كلها انه في مصر انت بعد ما بنلاعب بيكسب المداليا بيبتدي الرعاية يكلمون. بس انت راجل انت انت راجل استثناء انت بتلعب الاولمبيات اللي جا دي الاولمبيات الكاملية. انا من ساعة معرفتك وانت بتلعب الاولمبيات يا عمر. الحمد لله. طبعا الحمد لله تلات اولمبيات لغاية دلوقتي. توكيو الاحية كانت افضل نتيجة. وان شاء الله عايزين الفريسة تكون الرابعة. وتتتطور من اولمبيات الاولمبيات. يعني ترتيبك دايما في الاولمبيات بتزيد لحد ما وصلت الرقم خمسة. في وسط الصين وفي وسط العماليقة دول كلهم يعني. بالضبط. واحنا طبعا عينا على مداليا. عينا ان شاء الله ان ربنا يكرمنا بمداليا نكون في افضل ثلاث مراكز. الناد الاهلي هيبقى ليه دور كبير. معنا طبعا برضو يعني عارف كل المنظومة بتتبعنا. يعني عارف كابتن امير برضو. اه. كابتن امير توفيق طبعا. كابتن امير توفيق. يعني ان هو يحاول يطور في كرة القدم وفي نفس الوقت برضو يبقى عنده افكار في الرياضات. من الناس الشاطرة جدا في الناد الاهلي حياة كابتن امير توفيق. يعني من الناس اللي ليها دور في اكتر من مجال. يمكن الناس شايفة دوره كتسويق وكمدير تنفيذي او قائم بعمل مدير تنفيذي لشركة الكرة. لكن هو ليه دور معاك ومع الالعاب كلها تقريبا يعني. ما هو ده النقطة. وبيبان كمان شطارة التسويق هنا. لان الكرة قريدي بسوق نفسها. الناد الاهلي هو قريدي اي حد يعني نفسه انه هو يعني يجي يرعى الناد الاهلي. دي حاجة انك انت تكون مع الناد الاهلي حاجة قريدي كبير. فهنا بقى انك انت تلاقي حد برضو عايز يكون مع الالعاب الفردية وعايز يكون مع التنصف طولة. هنا بتكون شطارة المسوق ازاي ان هو يقدر يوري الرعاية ان لأ ده في فرصة انك انت تعمل البرتنرشيب وتعمل على مستوى تبير اوي لو انت فعلا خليت معاك الكورة وبردو الالعاب التاني. ده اللي احنا بنحاول فيه فيه صعوبات عشان بردو نكون مواضحين ان انت كده بتغير ثقافة بقالها كتير موجودة. انت المفروض يا ابني ما تحتاجش لكل ده والله انت راجل انت واخد بطوط افراقيا كم مرة عمر. الحمد لله تسع مرات. ما شاء الله. تسع مرات بتاكد بطوط افراقيا وبتعاني كل مرة من الحاجات دي. وبتاخد وتروح للمبياد ثلاث مرات وكل مرة بتعاني من الحاجات دي. وماشي بالاستوف بتاعك انا عارف ان انت ليك نظام غزائي ونظام نوم وليك مدربين وتخصصين. وبيجي لك اوفرز كل سنة من برة وبتعاني كل مرة المعاناة دي. رغم طبعا ان انت بتبعد عن النادي الاهلي وبترجع. لكن النادي الاهلي بيشيلك في اجزاء كتير جدا. بس برضو محتاج دعم اكتر من كده. طبعا طبعا. وان شاء الله احنا بتحاول الفترة اللي جاية ان شاء الله يكون في يعني اه شكل افضل اعداد. كلما الاداد يكون افضل كلما فرصنا بتزيد. وفي الاول في الاخر النتائج بتحسب اولا لمصر بعد كده للنادي الاهلي وبعد كده لللاعب. يعني احنا كلنا اي نتيجة بتحصل بتلقى خير لنا كلنا. فعشان كده لازم فعلا كلنا نتكاتف عشان في باريس ان شاء الله النادي الاهلي يكون ليه حظ اكبر من الولمبيات اللي في تحصل في مداليات افضل ايزايا. طيب انا طبعا انا عارف ان انت ان شاء الله هتاكم مداليا. لان انت من ساعة معرفتك وانت مسدق ان انت هتاكم مداليا. فانا انا عندي صغة كبيرة جدا 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 ان انت هتاكم مداليا. وانا يعني عشان انا شفتك في المراحل بتاعتك كلها. وعارف التاريخ اللي انت مريت بيه كله. وانت تدركت في الولمبيات كتير قوي لحد اما وصلت ان انت خامس في الولمبيات. انا عايز بقى منك كلمة لجمهور الاهلي ووعد في باريس وللبطولات للاهلي. انت كمان دلوقتي لسه موقع توقيع جديد بشكل خاص او اول مرة يتعامل تقريبا في البنج بونج. قل لي بقى انت الكلمة اللي انت هتقولها لجمهور النادي الاهلي والوعد اللي انت هتوعده للناس في باريس ايه? شوف اولا قبل قبل ما نوضح كلمة الجمهور النادي حيب اشكرهم. اولا على وجودهم دايما معي. حتى وانا ما موصلش النادي الاهلي. شوفت الجمهور بتاع النادي الاهلي في ميزة. انا لقيت في اكثر من النادي وهما طريبا اكبر عندها اللي موجودة في العالم. معظم الجماهير على مستوى العالم هي بتكون متابعات وقت ما انت بتمثلهم ووقت ما انت بتكسب ليه. لكن جمهور النادي الاهلي عنده ميزة تانية ان هو بيتابعك عشان هو حب لشخصيتك. وحب انتمائك للنادي. فهو معاك وقت الاصابة ومعاك وقت الخسارة ومعاك وقت المجزء. فانا حابب اشكر جمهور النادي الاهلي على موجوده معايا في كل الاحوال. يعني اي ان كانوا الظروف جمهور النادي الاهلي معايا فانا اولا بحب اوجه لهم كلمة شكر وتقدير كبير جدا. بحب اوجه طبعا شكر وتقدير كبير قوي للادارة. على طبعا على رأسهم كابتل محمول الخطيب. وبرضه كابتل خلد العوضي حاليا. من النشاط الرياضي. ادارة تنسى طاولة. واحب اوعدهم ان انا طول ما انا بلعب تنسى طاولة افضل ان انا اقاتل ان انا احاول ان انا اعمل افضل نتيجة ممكنة. وافضل مديلية ممكنة عشان تحسب لمصر والنادي الاهلي ثم ليه بازن الله كفرد منتمي منتمي للنادي الاهلي. يعني مفيش افضل من كده ختم اختيو معك. ومفيش كلام اكبر من كده. انت فعلا كبير بكلامك وكبير باسمك دلوقتي. وكبير فعلا بان انت واحد من الاسماء اللي اضافت لتاريخ تنسى الطاولة في مصر. يعني انا اظن مفيش حد يوصل للمرحلة دي. ففعلا انا بشكرك جدا 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 على ان انت بتشتغل بمجهوب كبير قوي ومخلص قوي لللعبة بتاعتك والنادي اللي انت خارج منه. واتمنى لك التوفيق في اللي جاي. وانا انا يعني مش متوقع. انا متأكد ان انت ان شاء الله تجيب مديلية بباريس. وده عم الفتاهم يعني. ان انا اقولك ان انا مش بتنبع لك. انا متأكد انك هتجيب مديلية. انا شاهد على ده. الحمد لله. وانا مبسوط جدا برضو انه كنت معاك النهار ده. ويعني فيها ناس كتير قوي قوي تستهل الدعم. وفيها ناس كتير قوي عمل التاريخ كبير جدا في الالعاب بتاعتها. يعني احنا عرفنا عمر عصر دلوقتي انه هو واحد من نجوم العالم في لعبة التنس الطولة. وبينفس وبيعافر في مجهود كبير جدا. عندنا في الاولوبيات اللي فاتت كان فيه في ريال اشرف الكاراتي وعندنا اهاب عبد الرحمن برضو من ولاد النادي الاهلي. وعندنا ناس كتير قوي في الالعاب كتير جدا جدا جدا. يعني بسامة حميدة مثلا في الالعاب القوة. لا. في مجموعة ابطال في مصر كبيرة جدا 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 ومصر ولدة جدا في الالعاب دي. فانا يعني ان شاء الله ان شاء الله في يوم من الايام هزيع ان عمر خد ماليليا في الاولمبياد. في يوم من الايام ان شاء الله انا متأكد من ده. ده كان افضل ختام لحلقتنا النهاردة من 7 day sport. ونتمنى التوفيق لنادي الاهلي في موراد بكرة طبعا ان شاء الله يكون الموراد دي هتحطينا على تلك مختلف في التأهل والمنافسة على بتوغط افريقيا لابعض نقطة ممكنة. دي كانت حلقتنا نستناكم ان شاء الله احنا اه في رمضان هيبقى في شكل مختلف لقنات النادي الاهلي فمش هيبقى في 7 day sport لكن هيبقى في حاجات تانية كتير. في الختام خير سلام على ان نلقاكم ان شاء الله في اقرب وقت ممكن وفي الختام خير سلام. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة